موسيقى مرحبا بك من الناس لكل فيديو جديد و في رسعة جديدة الهوك العادة الي تعليكم بحوي جهة حلوه ابنينة مزيينة و سهلة في نفس الوقت بيش نعملو بعضنا المقروض لبيض التونسي بيش نعملو باتمر و باللوس حاجة بنينة بنينة على الاخر كما قاعدين تراهو في الفيديو اخذروك نقصو يذوب في الفم بيش نحاول نعملو كم بالتفاصيل الكل ونعتيكم لزاستوس متاعو بيش يجيكم ناجح ويجيكم حاجة تذوب في الفم كما قاعدين تراهو عملتم كعبت ملفوق باللوس زي انتم و كعبت زي انتم بالبستاش تنجمو تخليهم هكيكا ديجام منظرهم مزيين على الاخر وتنجمو تحطو عليهم شوية جلج ليم اخذرو اكلبات متاعو محليها كيفاش جيت حاجة بنينة 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 على الاخر اتمر من داخل حتيت فيه اللوس بيش يجينا لقو متاعو مزيينة ودوا بيش نبديو على بركة الله في الفيديو متاعنا اول حاجة بتبيع الشحور متاع المقروز عندي خمسمية جرام سكر ونص سترة ماء نصف لتر ماء احطيتهم في صحفة بيش يكونوا قد الماء حبيت نوريك مكونو تنجمو تعملو صحفة ماء وصحفة سكر اخذي تكسرونا بيش نحط السكر والماء حطوا الماء لول ونبعد السكر وعندي حكاية تلاثة مغارف قارس وهنا او اربعة مغارف اظهرت بيش نحطوهم في الاخر ويلا عطر شاية انا نسيت ذاها اللي عملت عطر شاية هاي عطر شاية باهي الفارينة 500 جرام فارينة زوز مغارف متاع ماكلة سكر محور عندي 150 جرام زبدة مذوبة اربعة مغارف زيت زيتونة ولا زيت نباتي وعندي اربعة مخاء مغارف عطر شاية هوني المغارفة اللي واريت هاي كما ديك قصت بها على راس المغارفة خميرة جاتو واشتر مغارفة ملح خميرة الجاتو اقل حتى مشتر يعني على راس المغارفة الصغيرة هذيك هوني اخذيت الفارينة غربلتها وغربلت معها اك نقطة الخميرة والملح وغربلت معها السكر محور الكل ما بعضا بيش نخلطها ممليح مليح ومنبعد نبدل حط لهم السوائل التغربية الليزم ديما في الفارينة حتيتك الزبدة متاعنا مية وخمسين جرام زبدة حيوانية ذوابتها ومعها اربعة مغارفة متاع ماكلة زيت زيتونة ولا تنجموا تحطوا زيتك تاني بيش نخلطوهم مليح مليح انبسوا الباتم بتاعنا خمسمية الجرام فارينة تنجموا تعملوا فارينة كعلك ورقة باش يجيكم المقروض ابيض بلق دا وتنجموا تعملوا فارينة عادية كما تحبوا باي انبسوا طوى الفارينة بتاعنا بلق دا بلق دا بك الزبدة وزيت ومنبعد يك انا بدو نزيدو الماء واللمو لمن الباتم بتاع المقروض لبيض ما نعجنوهاش نحاول للمو هالمين اكيكا باش تجينا الوصفة ناجحة كما ورد هاكن في اول الفيديو التبسيس متاع المقروض هذي كلايز ما بلق دا بلق دا تبسوه بالزبدة الباتم تاعو تشبه للبات سابلي في الخدمة بتاعها سابليمانة والتاكستور بالعكس مجيش تتقرمش كما سابليت جيت ريية بلق دا هوني حتيتك الاربع مغارف متاع العطر الشاية حتيت الماء ماء عادي مستبالة نحطه بجنبنا كاس ماء ونبدو نصبه بشوي حاطل تتلم العجينة اتاو نوري كما تكستوري لازين كم تتحصلوا عليها مو شطرية برشا ومش يبسك متوسطة باش نجموا وبعدي كان يخدموا بيها المقروض وتكون لنا الطريقة سهلة على الاخر كما قاعدين تراو فيها هاو كلم فيها الماء العجينة ونبعد باش نكابرها ونحطها في السلوفان ونخليها ترتاح حكاية السبعة من زماء الراحة متاع الباتسة بلقى الباتل المقروض مهمة برشا باش نبعدك تساعدنا في الخدم كما قلت لكم ما نعجنو هاش نبقوا ديمة اللمو بالطريقة هديكا نهزو ملاجناب ونحطو في الوسط هكيكا طبش نزيدها شوية ما خطر حاصيتها مزال تيابسة ماذا بيكا ما تكثروش الماء تزيدو باش شوية باش شوية باش شوية باش تتلملكمو جي تكسور متاحا بايه ما تكثروش باش مجيكو مش جارة راسيكا ما تزيدو الفرين هكيه اللموها او كنهزو ملاجناب ونحطو في الوسط هذيكا هو اللمين مينش نقاده ناج ونبعد باش نكابرها وصييها كيكا الباتم تيانا بريسك حاضره لتوها كيفاش باش تكون ما تبداش يعني هكا ليس تبدأ تحسها مفرولة العجينة منقبة بكلها اذيكا لخاطر ما عجنه هاش ويادي جاب الزبدة هاها وكريتوها ما تبداش ليس العجينة مفرولة بكل اذيكا خاطر ما عجنه هاش توا باش نحطوها في السلوفان ونخلوها ترتاح سوعة من زمان غاديكا على اللاني في الكوجينة مش نحطوها في الفريجيديك توا باش ناخدو اتمر اذو ما خمسمائة جرام اتمر مع انتا خمسمائة جرام فارين اخديت عليهم خمسمائة جرام اتمر اتمر في اللخرة وقعد لي منو شوية نجمو تستعملو حتى اربعة مية وخمسين اخديت مغارفة قشور بروكدين وباش ناخدو اربعة مغارفة كيكا ثلاثة مغارف زيت زيتونة وباش ناخدو معاهم الاهلا محمد رسول الله مغرفتين عاطر شاي وباش نبدا نعجنها باش شوية باش شوية هكا باليد وفي اللخر بعد ما نعجنها باش نزيد احكاية سبعين جرام لوز مع رجته ووهروشتو مهوش جوية برشة باش يعطينا مطعم ابنين في المقروض متاعنا هوني مزار بالفيديو عالاخر باش في سع في سع وكي دي جا عجنين التمر مفيش همانتها مش ما عندي ما نوركم فيه هذائر مانت سيهي العجنين وما في شاي اذاك علش زربت الفيديو باش في سع في سع تتعجن هوني سيع جنتها باش نزيد هكا الطرف اللوز محطة همش الكل خليت منهم شوية باش نزاين بهم وفوق حاولو تعرجوه باش عطيكم قو بنين عالاخر كي ما جاني اينا بنين المقروض وهكي كنكونو تحسن على الحشوة الدخلانية اللي هي التمر واللوز باش نعملوها دي بودان ونحطوها في سحانا كبير ولا طبق ونغطوها بالسيلوفان باش متولي ناشي يبسر ومبعد يكا نتعدي وناخذو الباتم تاعنا ونبدأو نشكلو في كعبات المقروض دوا سيهوني خديت العجينة بتاعنا بعد مرتاحة تسويعة من زمان كين الكوجينة بتاعك مسخونة راهو تنجمو تحطوها حتى 4 ساعة في الفريجيدين كين الكوجينة بيردة كي ما تقصنا هيدا صبا معناتها في النهار خط اللعشية واحدة بدا تاي في شقان فترة تبدا سخونة حطوها في الفريجيدين كيف النهار هكا بيردة ما فام حد شاي خلوها البارة ما يصير الى حد شاي المهمة رتحوها سويعة من زمان اخذيت توا البات باش نعمل عندي الطريقة هيدى باش نرتب بيها العجينة خطر هي مفرولة كينجو نخدمو بيها كعبات المقروض تولي لنبعدي كالمنظر الكعبك اللي تبدأ هكا مفرعس عمش مستوية خذيت البات حليتها بالقلقال اثنيتها ثانية لولا وباش نعاود نثنيها ثانية اخرى هكيك بالقلقال ترتاب العجينة وتوليني منظرها مزين دي جاتا ونوري هيركم باش نعاود نحلها تول حلة هذي اخذرك في تولي ليس ومحليها بالقلقال طريقة هذية تخلينا كعبة المقروض تجي مستوية خاطر احنا العجينة هوني معنا حتى حل الميزة منيش نعجنوها باش تولي لنا رطبة معناتها الحل الوحيد اننا نخذو قلقال ونرتبوها بالطريقة هذية كيما نرتبو البات متاع الكعك ورق هاو سايي حلتها الحلة لولا واثنيتها والحلة الثانية وتواهي كوالات لي محليها اخذرولها ليس باش نحطها بجنبي ونبدو نقص بالمرسو بالمرسو ونبدو نشكل كعبة المقروض كي تاخذو المرسو لولا ونباديك احطوها في الرجوعها لسا شك باش ما تشيح لكمش كي نكملو المرسو ذي كي العادة نحلوها وناخذو طرف اخر كل مرة طرف هاكيك نبدو نحلو بيجينا اللي بودا متاعنا يكونوا ما همش جويدين برشا وما همش خشين انتوما والقالب اللي بش استعملوه في المقروض كل واحد والقالب اللي بش استعملوه كينا هو والكبر متاع وخاطر فمها قويلة بتحس معراض برشا واذا بيكم البودا تعملوها عريضة هاكيك تجيك حتى من كعبة المقروض اعريضة اللي عندي انا متوسط هذي ما هوش مش عريض برشا برش. نحلوها هكاكة بسوابعنا ناخدوا البودان بتاع التمرم بتاعنا نبدو نحطو بشوية بشوية هكاكة اوكا حاولت نعملها بالسياسة هكاك باش تفهموني بالضبط. ومبعديك الطرفة ديكة زيدة باش من ناحيها ومبعديكة نسكروا العجينة بتاعنا. واني دورت هكاية التليفون باش كنجي نصور هكا تجيكم واضحة اكثر حاصيل وشيدة التليفون بيد ونساوي ونجد باليد الاخر. باش نخليكم هكا الصورة تكون واضحة اكثر. ناخدوا ونلموا نقرسوا قرسين هكاكة. نقرسوا هكاية بشوية بشوية حتى نلموها الكل ونبعد نعاود نحلوها باليد. عاوكا الفيديو يفسر بالاقدة بالاقدة ديجا. هكا كيف كيف نعاود نحلوها باليد هكاية نستوها معناتها رتبوها بش يبدو منظرها مزيين. خطرك البلاسة اللي كنا نقرسوا فيها طوي يلزمها هي بش بش تستوي معناتها ومعاش تزهر كنكي نعملو هكا البودان بتاعنا. نكملوا بالطريقة هذيكا حتى تستوي ونبعد ناخدوا القالب بتاعنا ونشكلوا بها ونزلت عليها شوية هكا باليد استويتها هاذا اللي عندي انا بش نعمل بيها هوا نتع المقروز معناتها العادي. ما ننزلوش برشا بش ما يخرجوا نيش لحرف مننا ومننا خطر بالنسبة ليه اينا المقروز ما نحملش نقصوا لجناب متاعه مننا ومننا فما نيس يقصوه نستوي هكا بالقالب هذي ونبعد نستوي له اجنابه هكا ريتو كيفيه باش ما ندينيش مفرعسة. رجعوها كيا بش شوية بش شوية هكا ناخدو الشكل المزين وبعد ناخدو سكينة ونبدو نقصو كعبات المقروز. كعبات مزينين مرتوبين تنوريهم كم حاسيرو جاي وكعبات اللهم صلي عني بيه. والملو والدي جاوا في اول فيديو اريدكم كيفاش الكعبة اضوف الفم. وصفة هناجحة بالكده بالكده اخزروا محلي هكا الكعبة. اكلت مرة من داخل كيفاش تظاهر مستوي بالكده بالكده. حاولت نوسع بيه بش نعملكم حاجة مزينة. حاولت نفسر لكم ديجا بالكده بالكده بش اجيكم الطريقة واضحة. عملت الكعبات هذومة وعملت الكعبات الزغار اللي وردتهمكم في اول فيديو. اذوكم بليش قالب بش اللي ما عندهاش قالب. لتنجم تعملهم تعمل بيه كعبات كبار ولا صغار. يعني اللي ما عندهاش قالب تنجم تقصها كيكة باليد يعني تقيس كما تحب هي. الكبر اللي تحبو هي وتعمل بليش قال. طوي كالعادة بش نعمل بودة واحدة اخرى. ونعاود نفس الطريقة اللي وردت هيكم. ونحط اه اتمر كالعادة هكاية نستويه بش شوية بش شوية. هوني هني دور تلكم بش تكون واضحة اكثر. كان فما طرف زيدنا حيوة. وبش نقرسو كالعادة بش شوية بشوية هكاية. ومن بعد بنرولوه بيدنا حتى اللي نتولي العجينة متاع ناليس ومنظرها مزيين. ناخدو القالب كيف كيف ونبعد نرشمو به يعني نحطوه على الباتم بتاعنا ونقصوه بشوية بشوية. حاجة سهلة على الاخر هاني قطل كما فيها حتى شي وخصوصا المقروض هيدا. الحاجة اللي عجبتني فيه كونه هو يتيب في الفقر. لقاليين ريح الزيت لشي. اكثر حاجة هي تدوخني كريحة القاليين بتاع المقروض. ريحتو قوية على الاخر. نكملوها كاكا. الطريقة هذي قوم باش نوريكم الشكل الاخر كيفاش جاني يزيد محليه قاسية كايبات صغير ونين بالكدة. هني موريدكم مش كيفاش نحل دي ريك تحليتها وهني تواوريتها لكم. خديتك الملقات هذيك باش نخرس بيه كعبت المقروض الصغار باش ما نستحقش للقالب. حبيت نوريكم ملاستويس هذي اللي ما عندوش قالب. اهو كي يعملهم بالملقات هكيكة منظرهم مزيين على الاخر. ودي جاني عملتم كعبات صغار باش يجي يظهروا عندها هذوكم الكبار وحدهم مقصوصين بالقالب. وهذو ما الصغار عملتم اينا بالا بالملقات منظرهم زيدا مزيين. انكم ننقصوهم الكلة ونبعد باش ناخد الملقات متاعنا. ونبدأ نقرس بيه كي ما وريتكم توق. هاو ناخدو بالكعبة نشدوها وننزلو هكا يريتو سهلة سهلة على الاخ. يجي منظرهم مزيين حتى كتيب جيت محليها. امين اغطيتم بالبستاش خاطر انا باش نصور الفيديو يزمني هكا حاجة تكون لونها منتها لونها قوي شوية كي ما هو ما هو المقروض ابيض. يجيني في التصوير اللونه هكا عما انت مش مش حاجة تجلب شوية. اذيك عليش زي انتو بشوية بستاش. راهو هكيكة مزيين على الاخر وترجو عليه شوية جلجلين ديجا تيارة. واكثر حاجة نظمن هيا لكم معناتها اللي هي المقروض هذا جيني يزوف في الفم وبنين بنين بنين على الاخر. طريقة سهلة مبسطة بالكداب بالكداب. نجم اي انسان يعملها. والشكل هذي اللي عملته انا صغيرة نجم وتعمله كبير. توسيه كملت قديت كعبيت المقروض متاعنا اخزروا محليهم ريتوهما. ونحطوهم في الفور على مية وخمسين درجة احكيت انصايا في ساعة يكونوا حاضرين ماذا بيك متخلوهم بيض. على مية وخمسين ومية واربعين. بالنسبة للشحور متاعنا خليته على الجاز على نار متوسطة خمسة وعشرين دقيقة. وفي الاخر بكل حتيته العطر شايا كما قدت لكم. وهكيكة كان حاضر. توك عبيت المقروض تابو اخذيتهم باش نشحارهم نحطوهم في الشحور وهم السخونين مازلت كي خرجتهم الفور. ونخليهم تاعة دقيقة دقيقتين هكي باش يشربوا الشحور شوية. ومن بعد نخرجوه. وتون واريكم في الاخر كيفيش زي انتم جاي ومحليهم. اللي حاسيلو حاولت نفسر لكم بالكده بالكده كالعادة كمسلا نسكم انوضح الصورة بالكده بالكده ونعطيكم لازاس توسي لكل باش يجيكم الوصفة ناجحة. وطوام مقاليكين باش نقولكم ما تنسيونيش بك الجيم ولا بني وتفعلوا لي الجرس وتتبعوني ان شاء الله باش نهبتلكم باشا فيديوهات مزيانين. وحلويات بنين على اللخر. ونحاول نفسر بالكده بالكده باش اجيكم الوصفة ناجحة. كي ما قاعدين تراو فيها حويجة بنينة 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 على اللخر. ومنظر مزيان. اخذروا محليهم كعبة المقروض. منظرهم هذيكم ليبل بيستاش. والاخرين اللي باللوز هني قطلكم تنجموا وتخليوهم سامبل على الاخر وتروشوا عليهم شوية جرجلين. جيتني حاجة بنينة بنينة وتذوب في الفم. وطوام ما بقاليكين باش نقولكم باي باي بسلام الناس كل في فيديو جديد وفي رسائط جديدة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة